موسيقى 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 أهلا بكم عزيزي المشاهدين وخليك هنا وزي ما وعدناكم في برنامجنا كل حلقة شكل وطعم ولون في حلقة اليوم هنتكلم عن حاجة تهم كل بيت مصر بنشوف أحيانا حرائق كتير في فصل الشدة إيه أسبابها؟ إزاي نقدر نحافظ على بيوتنا من الحرائق؟ إزاي أقدر أتعامل معها؟ هيكون معنا النهاردة روشدة كل دو أكتر مع الدكتور طلعت البهلول خبير السلامة والصحة المعني أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أدي إحنا بنبقى مبسوطين بوجود حضرتك معنا ربنا يخليك أفضل دكتور يعني إيه مفهوم الحرائق؟ شوفي عايزي أقول إن الحريحي هو حادث لو نعنا نتكلمه هو حادث زي إيه حادث؟ طبعا الحادث ممكن وحضرتك ماشى في الشارك لأعربتين خبطوا ببعض واحد أصيب والتاني مات شوفناهم عرفنا بالزبط إيه اللي تم في الحادث؟ طائرة وعت، الطائرة اتدمرت، الناس كل الركاب كلها ماتوا عرفنا إيه في وقتها بالزبط إيه؟ الحريحة لأ، الحادث بس ليها بالهاية وما لهاش نهاية إلا بعد نهاية آخر نقطة إطفاء بالنسبة للحريحة طبعا فممكن جدا تقعد يوم، اتنين، تلاتة، أسبوع، عشر تيام حصلت فعلا على حسب، على حسب إحنا الحريحة تمودها فيه في بعض المنشآت الصناعية قعدت أسبوع في بعض القرى قعدت عشر خمشة يوم وفي بعض أماكن بتقعد يوم ديبند دي على الحريحة هي فين؟ الحريحة المنزلية حقيقة ما بتطولش أكتر من يوم يومين لأن تبقى شوية محصورة بيقدر تتحسر فيها دي نقطة عن الحريحة فالحريحة إحنا حقيقة يعني بنعظم لها وبنحترم وجودها ما نستهترش بيها أبدا خالص إن الشيء طبيعي إن حريحة قادرة طفي لا النار شكل مختلف عن أي حادثة تعتبر موجودة بالنسبة لها أحب أضيف حاجة تانية أن هنا عندنا برضو إحنا نجد في زمن الكورونا على رأي المثل فأنا بشبه إن الكورونا زي الحريق كارسة كبيرة كارسة كبيرة إزاي؟ إن الكورونا بتاكل البشر والحريق بتاكل الممتلكات والأتنين رأسي مال أي شيء سواء زكات رأسي مال مصنع منزل بلد مجتمع قارة الرأسي مال البتدادة هم يهي؟ هم البشر والممتلكات فالأتنين بيكونوا منفس نفس الأسلوب عشان كده إحنا دازل من نحافظ على الأتنين نحافظ على نفسينا من الكورونا نحمي نفسينا من الكورونا إزاي بقى نمنع الحريقة أنا حاصلت عندي كرسة كبيرة أنا أقدر أتحكم فيها إزاي وأمنعها هو أشوفي أنا ما أقدرش أقول نمنع لكن أنا أقدر أقول نقلل دعني أمنع بالمطلق صعب صعب جدا دعني ممكن يكتبع حاجات فرصة مجالية ما أقدرش أمنع لكن أنا أقدر أقول إيه نقلل نقلل وجود الحريقة إيه اللي بتسبب الحريقة داخل المنازل نبدأ من قط النوم على سبيل المثال قط النوم عشان نبدأ بيها أنا ممكن جدا في ممتها البساطة واحد شرب سجارة كويس وهو متسلطة نايم على السرير غفل وعظم الرجالة بتشرب السجار على السرير وده اللي حصل أنا في ناس صديقة عرفها اتوفت كده السجارة وقت على الملاية الملاية شاطت ولعت اتخنأت من الدخنة ثم بعد كده النار اشتعلت يعني الأسف شي اتحرقت دي نقطة النقطة الثانية أنا ممكن جدا أطف السجارة أطف السجارة لكن قرميها في قلب في قلب ما كانت سلت سلت الملاية بتاعتي كانها مطفية لكنها ما اطفتش لسه في جزء مشتعل فالورق اللي عندي كله باشتعل وأنا بسيب القضاء وامشي بعد كي بتصدق الاشتعل بيتمي داخل القضاء كاخر الكرسة عندي حاجات تانية برضو ليها زي الكهرباء الكهرباء دي كرسة أساسية موجودة عندنا في كل البيوت إزاي كرسة؟ أبدأ من بداية تأسيس الشق كل الشباب اللي بيعملوا مستعجلين على الجواز فييجي للراجل الكهرباء يقولوا لميلي الليلة أنا مش عايز أكلف نفسي كويس؟ خلصني بيعمل إيه؟ بيعمل جميع توصيلات الكهرباء ضعيفة ده رقم واحد رقم اتنين اللي بيجيب توصيلات الكهرباء كلها أوقات كتيرة مخشوشها عندنا لأسف الشديد نغشوش كبير تالت حاجة إن بيحمل كل الوصلات دي كلها اللي موجودة كلها دي بلاتي على في اللوحة نفسها في التابلوك تا على مثلا ثلاثة أربع برائز أوريدي موجودين والنتيجة ايه؟ بعد شوية الرجل الولد يعني ربنا بيفتعاليه بيجي بيغساله بيبتلاجه كل ده أحمال على ايه؟ على الكهرباء ونبدأ السلوك بتسيحها ده أوقات كمان ايه؟ أوقات ما بيحطش خرطين لا تيوبس لا ده بيحطها في الحيطة ومعجن عليها وبعدين بعد كده توصيلات ديوس لاقي أن الأسمنت يبتدي ياكل ايه الثيرمو بلاستيك بتاع الكابلات بتاعتها أوقات كمان من جوة بيعمل لحمات لما بيعمل لحمات الكهرباء هنا بتحصلها بقى ايه؟ ضعف بتلشر وهي دخلة بتخش مش على نفس نفس الاتجاه هنا بقى برضو بتعمل عندي برضو مشكلة بسعب ووظل كتير جدا لأجهزة الكهربية اللي موجودة اللي كان عايز يوفره قبل كده ده ضيع ده ضيع ده ضيع ضمر الدنيا بعد كده ده ده زاوية احنا عندنا أوقات في القوضة نحط فيه شواهد ونوصل على مشترك ونحط عليه ثلاثة أربع حاجات المشترك للأسف الشديد كل المشتركات اللي موجودة دي دي غير مهتمدة يعني أنا بمسك المشترك أشوفه مش لقيه جهة احتمال ليه خالص المشترك ليه اكسبير ديت والأول مرة الناس تعرف إنه المشترك ليه اكسبير ديت أنا اتفاجئت دلوقتي ده 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 دي حقيقة دي حقيقة واللي قال هذا الكلام الموزيع رامي ردوان لما المشترك عنده ولع وبدأ يدور ليه المشترك ولع لأنه المشترك فترة طويلة كان عليه أحمال موجودة وأصلا ولع لأنه خلاص إدم ووليكس بردين فاللود عليه ضع دي نوت النوتة تانية مشتركات أصلا كمان لازم يكون لها فيوز عشان هو لو حصل اللود عليه يبتدي يفسد الواحدة أوتوماتيك أصلا ما فيش الكلام ده كله ما فيش فعلا عندنا الأسف الأمهات تحط السلوك وتمد السلوك ما بين أوضة أوضة فتروحفارش على السجادة وقبلك وبتبتدي بقى تاخد السجادة دي عشان السلك ما يبانش عشان السلك لا ما يبانش عمالة تيخسر في السجادة وتفرق في السجادة النتيجة تيجي أن نفس السلك عمال إيه عمالة برد وبعد كده يحصل إيه بعد كده تشرر وريدي موجودة عندنا إيه بالنسبة إيه الكبات والحسابات تحت صلينا كارثة إحنا بشغدين حلو أقول لي دكتور معلومات حضرتك بتفيدنا فعلا بيها دي دي زاوية إحنا عندنا كمان مشكلة مشكلة كمان بالنشكلة برضو للاشتعال نتيجة الحاجات إحنا عندنا الفترة اللي فاتي دي فترة الشتب فيه عندنا الدفات ويمكن والد أحد السادة الفنانين توفى أيضا حصل اشتعال بسبب والمفاكر كبير برضو توفى برضو بسبب برضو بسبب حريقة من ضمن الحرائق النتيجة برضو للدفاية الدكتور ربيرم الفئي يعني توفى بنفس البيتاع طب اللي بيحصل إيه عندنا نوعا كتيرا من التدفئة التدفئة موجودة إما أنهنا بنقرر الراكية الراكية ده برعا خشب بنحطه ونولع فيه في الأرياف وده تسعين في المية منه إما هو بيشتشتعل الناس اللي تشتعل النار بتطلع وتشتعل في الهشيم اللي موجود أو السانوكسي كربون والدخان اللي موجودة كله إيه بيخضر الناس وناس إيه بتموت طيب عندي بدفي عن طريق التكيفات بلك أنا بقول التكيف دي بند بقى التكيف الحمل اللي أنا حطت عليه عد إيه هو ده السؤال هل المفروض تطلب أربع ملي خمسة ملي وأنا جايب له اتنين ملي على حسب أنا مفروض أنا مفروض أنا حط واحد ونص حصان روح تجايب له أربع حصان وبالك على حسب ده بيفضل بقى لود 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 إلى أن يحصل إيه بعد كده يحصل اشتعل أنا عندي كمان عندنا أنواع مدفع دفعات الزيت وبالك وفي دفعات الزيت كتيرة جدا نفارت وفي دفعات كتيرة أيضا واللعبgrass دي بتاحل الأمول الشرس يا دكتور كمان اللي في الجو دي بتعمل اختناء قبل الحريق دي 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 كارس عندنا كمان الدفعات الشمع عندنا دفعات الشمع دفعا صيف ودفعا أنصيف دفعا الشمع اللي إحنا بنكلم عليها الدفعا الأنصيف دي لو تخبطت وعد ممكن جدا تشتعل وبالك وتولع السجاد وتولع الدنيا أو زي ما كان موجودين إن أنا بقربها جاءت كنبة بقربها جاءت سرير بقربها عشان التدفيع تكون زيادة الحرارة بتعمل بتولع الدنيا أو حاجة تانية التدفيع بقى السيف دي لو تخبطت وعد تطفي لو حطينا عليها ميا تطفي تفسل على طول أوتوماتيك تفسل أوتوماتيك على طول ودي ما فيهاش أبدا أي مشكلة ودي طبعا بكامية الدفاية السيف البتجاز برضو يا دكتور يعني لما جي أولع البتجاز البتجاز ده لسه أتكلم عن البتجاز والغاز ده إسه تانية إسه عندنا السخان وعندنا البتجاز لو نبدأ ندى البتجاز البتجاز عندنا حاجتين في البتجاز عندنا أو تلات حاجات عندنا الخرطوم عندنا العين الشعلة وعندنا الفرن الفرن ده كارسة أنا تحرقت بالفرن عبليك دليل دليل إن حضرتك ولعتي وسبتي ثم طلع غاز جمع الغاز جمع من طلع الفرن ثم فتحتي البتاع دخل شوية أكسوجين أولعت عشان تعملي حصل اللي شعال ما كانش شغال وأنا ما أسكن ما هي دي بقى اتفاجأت إن ما فيش بقى أي حاجة موجودة ما هي دي بقى الكارسة بقى اللي احنا بقول عليها لناس نخلي بقى نخلي بقى كمان وإحنا قدوم الفرن منلبش حاجة سنتاتك منلبش حاجات فضادة فضادة يعني ما تلبش خالص النيلون والشيفون النيلون والشيفون كلام ده كله ده غلط كمان الكم الكم ما لبس حاجة فيها كم لأنه ممكن جدا وانا بشير تقصح حاجة النار تروح إيه لازف الكم ماسكل إيه ماسكل غيت اللهمات ما تلاشى والدهب يا دكتور برضو هو أكثر حاجة دي مشكلة الدهب بيسخم بسرعة وابدالك عشان كيه بقول احنا في المطبخ وقعدين في البيت وابدالك مفروض نشير كل الحلال الموجودة أنا محط السلتلة كمان عشان أنا بوطي ممكن جدا تشبط معي في أي حاجة قريدي موجودة دي أنا بيدي عن حراية ممكن العجانة اللي احنا بسميها من الآلة الدورة العجانة نفسها ممكن جدا تروح واخد شعر للوحدة وهي بتوطي بشواخدة بالها وهي شغالة إيه إوتوماتيك وتروح السحبة شعرها وده يعني ده بره الحريق لكن برضو دي مدوم الكوارس اللي احنا بنتكلم عليه ده بالنسبة للفرن بالنسبة بقى للشعلة دي برضو كارسة الشعلة أنا بولع الشعلة بنولع الشعلة ونولع ونحط الحاجة وننساها تغلد فور الغاز بي يتلع لا النار النار بتطفي والغاز طالع تمام وأنا بش حاس به أو ما أنا أجي يعمليه بقى أبص إليه طفط اروح أنا مولع كابريت يروح عرصول عامل اشتحي دي نقطة كارسة النقطة التانية إن أنا أولع عينين عينين إزاي أفتح دي عشان أحطها لما أولعتش أروح فتح التانية جايز كده ونسيد ونسيد الأولانية نسيت أريدي بشغالة وخلاص بشتها النتيجة إيه ده غاز طالع ودي أريدي شوعة لما وجودة يعمل اشتغال عندنا كمان الخرطوم الخرطوم بعد فترة سنغيره كل فترة يعني بشغل الخرطوم بنشف نتيجة للغاز الغاز بيبقى شوية في وقبلها هيك بيشقق بعد شوية وبعدين بيطلع تسريب من الغاز يعني مش هكدين بلا بعد شوية عشان كده لازم نبقى عندنا إيه عندنا بعض بعض البيوت مش كل البيوت عندها أجهزة انذار لتكشف عن تصرب الغاز طيب هيقولي تصرب غاز إيه طب أنا حطه فيه احنا عندنا نعيم الغاز غاز تقيل وغاز خفيف اللي اللي بي جي ده الاستوانات 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 نفسها ده غاز تقيل أما الغاز الطبيعي ده غاز خفيف طب أنا حطش أحط بقى السنسور فين دي نقطة مهمة يبقى إذا في الغاز الطبيعي أحطه تحت كويس أحطه تحت لكن في الغاز في الغاز الخفيف أحطه فين أحطه فوق لأن الغاز هطلع على فوق دي نقطة عشان يدي انذار في حالة قدر لا تسرب وما حطوش فوق البوتجاز ليه بقى أبعده شوية عن البوتجاز يعني اتجاه البوتجاز أبعده عنه ليه لأن عندي النار الزيت لما يتأدح بيطلع بيطلع في يوم بيسد مسام السنسور نفسه وبالتالي بيبقى ملوش أي فعالية بعد فترة بيفقد الحساسية بتاعه بنستنى الزيت لما بيغلي خالص ونحط البطاطس دي بقى دي أحد الكوارس التانية لما إحنا نستنى الزيت لما يغلي ونحط البطاطس أو الفراخ هو عندنا برضو مشكلتين مشكلة الأم تيجي تحط يروح ضربة فيها ييجي عليها إيه دا بقى تفقف ويحصلها مشكلة تجري بسرعة تحطها في البن تحطها مع جوز السنان تجيب صفار بيط تحطها في قلب التالج تجيب تالج عليها أو تحطها في الفريزر في ناس تعمل كده لا هي ميا جارية تفتح الحنفية وتحط سيب إيديها ميا جارية فقط ميا جارية فقط تبدأ سيباره بع ساعة تنص الحرارة وبعده كده شاش مفازل من الأجزاخانة موجود أريدي كان زمان فيه الوترشل الوترشل اللي حقيقة كان حاجة وهمة مش موجود للأسف مش موجود للأسف للأسف الشديد لأن لأسباب برضو يعني عدم عدم تواجده في مصر وخبال حضرتك لكنهو أصلا معتمد من معد حروقه في مصر معد حروقه الأمريكي ومعتمد من حروقه الصحة معتمد نخلي بالن من من الحماية المدنية معتمد لأن في أمريكا موطمد من كل حاجة حاجة أهم لكن للأسف الشديد استراده كان في الفترة ننتيجة بعض العقليات بلعض الناس مش عارفين يخشه والدنيا على كده فلناخد الشاشة المفازل من الأجزاخانة لازم يكون عندنا فيه ويت أو كلمات فيه دلوقت فيه كلمات قويسة سريعة فعلا لازم يكون عندنا في الصيدلية تحت البيت بتاعنا طيب تمام ما هي الإجراءات الاحترازية لتفادي الحريق في المنازل النصيح اللي حضرتك قلتها طبعا دي ده 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 برضو ده برضو شوكوا سوا إيه الإجراءات الاحترازية اللي أنا حطها بقى أول حاجة توزيع الكارب تاني حاجة أنا أتأكد إن جميع كابلات السلوك تكون من مصدر معتمد ما يوفرش في الأول بعد كده يبوز مش الكارباء أنا أصرف ذات شوية وتأكد منين من أنا جاي من الوكيل ده نقطة النقطة التانية أنا محتاجة أنا حعمل إيه أنا في مستقبل حعمل إيه هحط التكيف هنا أنا متوقع هحط أربع صن ولا متوقع هحط واحد نصف صن ولا هحط أهت أحصن ده تكيف هنا طيب أنا عندي دراير عندي عندي دي شوش عندي مثلا غسيل هدو أنا حطهم فين هحطهم في الحمام تين أحطه في المطبخ التوزيع بتاعة الكارباء عندي إزاي أنا حوصلها إزاي أحط كل واحد على فيشة مش أحط الاتنين على فيشة واحدة مخرجي ومشترك واحد وشغلوا مع بعض ما ينفعش لبنزا أنا أحط كل واحدة عشان حمل الكارباء يكون قريبا وأعمل التابلوب بتاعي بتاع اللوح بتاعتي عندي متوزع عليه كل السلوك اللي خرجي كلها كل واحد عليه 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 حيث لو حصل لو دو الحمل يفصل الجزء ده أوزح برضو الأحمالة عندي في الشقة ماشي لما نور الطيف الطيف كل دفاع لأ يبع عندي أجزاء الطيف أجزاء لأ عندي داخل برضو مش النور العمومي لأ لو حصل حاجة ده حاجة في الشقة وبالك ممكن تكون نص الشقة بتضرب لأ أنا لازم أعيد توزيع تاني اللوح بتاعي على التابلوب وأزود عدد التابلوب إيه المشكلة عندي وخلي كمان الضغط بتاع بتاع التابلوب كل ضغط البازل اللي موجودها في التابلوب دي تكون عالية بحيث أنها تتحمل اللوح بتاع الكاربوب بتاعي المشتركات أجيبها فعلا قريدي صح طيب عندي بقى دلوقتي عندنا طبعا دلوقتي واحدة يقول لي أي حاجة دلوقتي أوتوماتيك بتفصل أوتوماتيك أول ما حصل أقول لك آه أنا ممنكرش ذلك تمام بس في ناس ما عندهاش الأوتوماتيك ده فيه ناس كتيرة ما عندهاش بالنسبة بالنسبة المطابخ وخبالك بالنسبة الكيتشنز اللي موجودة ناس ما عندهاش تمام احنا بتكلم على الغالبية العظمى اللي موجودة اللي جايب جديد آه الاحتياط اللي احنا نعمله بقى فيما بعد بس حضرتك الاحتياطي أنا باتتتكلم برضو كمان على غسالة الهدوم المانويل غسالة الهدوم المانويل بتعتمد على الغسيل المانويل مش أوتوماتيك تاني حاجة لازم تتوصل بأرضي للأسف فيه ناس كثيرة مش موصلة أرضي ولما يكون فيه مائيا وفيه أي حاجة كهرباء بالكهرباء الماء اللي موجودة في الأرض الناس بتكهرباء والكهرباء دي برضو كارسة كبيرة كارسة كبيرة فعلا عشان كده عايزيني نقول أي غسالة موجودة أنا أشتغل عليها الأرض يكون ناشفة أنا رقم واحد وتاني حاجة أوصلها أرضي وأنا لازم أكون لابس حاجة فريقلي ويفضل في الأماكن اللي زاديا أكون لابس حاجة خشب عشان أقدر الله لو كان فيه توصيل كهرباء أنا ما كهربش أحذية خشب مش أحذية كان زمان بيستخدموا الأباب أو ما على حسب بقى أنا شغال فيه ونرجع تاني يعني دو تستخدموا مثلا في المطبخ والتويل لا في الحمام ليه بقى عشان غسالت ما هو فيه ناس حتى الغسالة برد للأسف الشريب للناس جايب غسالات بيعملوها يا دولي ودي بردو مشكلة في توصيلات الكارسة فلازم تتوصل لأرضي وتوصلها بمصف منتق بساطة هياخد منه على أي مسورة مية خلاص خلصت مسورة مية حتى هتصر بتاخد الأرض عبطوله تنزل مش هصول حاجة احنا بنقدم لكم نصيح بقى ركزوا معين دكتور حراية الصيف بتختلف عن حراية الشتاء اه اطبع احنا عندنا حراية الصيف تكيفات حراية الشتاء دفات حراية الصيف يمكن جهز ناس بتستخدمش الماء السخنة في الصيف بتستخدمش الماء السخنة بالنسبة للسخنات يعني يا فصل بتبقى اكتر دايما دايما المشاكل كلها بتباين بصراحة ما بين التكيفات وبين السخنة يعني بالفصلين كمان بك في مشكلة برضو في السخن السخنة عندي مشكلتين معنا مشكلة الخطو مشكلة ان انا بسيط دايما السخن والعب الغاز الغاز بلع ودي فونتها الخطورة تاني حاجة ان انا ممكن جدا في لحظة ان انا افتحه الشعلة تطفي ومخدش بالي وانا في المطبخ اشتغل على الجزء الخاص بالسخن فيفضل هو يتصرب غاز يتصرب غاز بقى هنا بقى هنا بقى ما فيش شعلة يتصرب غاز يفضل يتصرب غاز وانا داخل مشوخ بالي نورت النور بعد تتصرب غاز المكانية مفجر حصلت فعلا كوارس كتيرة كوارس كتيرة جدا ما موضوع تسريب الغاز داخل Lan داخل الشقة طيب أنا لو شاميت غاز أنا دلات شاميت غاز أعمل أيها هذا موضوع البساطة أنا لو ورع نور ولا قط في نور ولا افتح تلاجة ولا تلاجة ولا شيء فيش تلاجة ولا اعمل حقا أنا فعمل البساطة أبقى أنعرف هنعدي نور غاز ايه غاز طبيعي Walgaz خنا إذا كان غاز طبيعي إذا كان غاز طبيعي أبتدي أمشي على رجلي عرقبي موصل للشباك وأفتح الشباك أعمل فنت مرش خالص جات المطبخ خالص أعمل أعمل طيار هوا داخل داخل إيه داخل ويسحل الشباك بتاعنا الشباك بتاعنا ما إيه ما تخبطش ببطعة حتى نطلعش هي الشرق ده في البداية ده في البداية خالص أعمل تهوية أوريدي بجوة طيب لو عندي أحد أقول لي أم بابو بتجازي بأنا أواف على حيلي بحيث أن تجازي بتحت فيه أقدر أستطيع التعرف إزاي أن أنا أمشي أفتح كل التهوية الأول خالص قبل ما أخش على المصدر وبعدين أخش على المصدر إيه أبتدي أقفل إيه أقفل مصدر إيه طيب أنا مش عارف أدخل جوه أفتله من الأم في العمارة من الأم من العمارة نفسها السكينة نفسها الأساسية أنا ليه بأعمل تهوية ده مهم جدا عشان أعمل أعملت الأخبطة للخلطة اللي ما بين الغاز وما بين الأكسوجين وأده بلك عليها يبقى أنا عشان ما وصلوش لحد الأدنى قبل اشتعال الغاز الطبيعي ما وصلوش لحد الأدنى قبل اشتعال يبقى أنا كده مش هشتعل معي لكن لو سفته لو سفته في اللحظة دي وتكون غاز قدر وأكسوجين وأي سبارك لو إحنا نورنا نور بيطلع سبارك داخلي يفجر المكان يا ما شوء أحصل فيها كده طيب لو الشقة دي فاضية وحبينا نختحم الشقة ونكسرها ده مهم جدا إن اللي ما يجي أكسر الشقة ماكسرهاش ببلطة على إفل على مكان حيطلع شقة يبقى لازم عندنا أنواع من البلطات بتبقى يعني ضد الانفجار اللي إيه ما حصل ما تعملش الانفجار دي نقطة وتاني حاجة أي حاجة معي ما تكونش أصلا بتسبب الانفجار طيب بعض الإخوة اللي بيخشوا كأحمية مدنية طبعا هو قدرة بكده يعلم أما بتوع الغاز طوارئ فهم يعلموا عندهم بطريات ضد الانفجار نفس الكلام في الأمام المدنية عندهم برضو أجهزة بتئيز الغازات القول اللي اشتعال برضو نفسه في نفس الأمام المدنية بنفس نفس الكلام برضو بيكونوا أصلا مستعدين لابسين أجهزة نفس يعني هو دخل على المكان مستعد تماما أنه كيف يتعامل معه هو مؤهل لكده مؤهل لكده طبعا أنا في البيت يعني ما هنش مؤهلين لهذا المدنية طب يا دكتور بقى في وسائل للإدفاع المنزلي أنا اللي يبقى عندي مثلا احتياطي طبعا طبعا يعني أنا بقول دايما أي بيت يكون عنده حاجتين يكون عنده طفات حريق ثلاثة كيلو وحططها بره المطبخ ومعلقة مش على الأرض وفي مكالة تعليق بتاعها هي بتبقى خطر لو هي على الأرض؟ لا أنا أقولها حقيقة الحاجة بنتها الأمانة يعني أي ستة بتمسح تروح بعدها كويس؟ تبطل تبع تبت لات لما تحط في الدولار ما نعرفش هي راحت فين؟ طف شايفين؟ فدي قدام عينينا شايفينها على البطن دي نقطة عصنة يعني حسن الموضوع ده تاني حاجة بطنية حريق بطنية حريق البطنية دي بتبقى موجودة محطوطة في كفر بلاستيك بتاعها بتتعلق أيضا بتتشد بسرعة يليه حجام متر وعشرين في متر وعشرين أو متر وثمانين في متر وثمانين بتتتخذ بسرعة نفس الطاصة بقى اللي وليها عندي فمونتاز سولة أروح رميها عليها على طول تطفية دي بطنية دكتور مخصصة بطنية معقولة من الفايبر جلاس بتبقى خفيفة بس أيضا بتتقاوم بتتقاوم الحرارة وفعالة الاشتعال بتطفي بسرعة جدا عليه طيب أنا لو منحطش أعمليه أستخدم بقى الطفاية الطفاية فمونتاز سولة استخدمها بننزع الفتيلة بتاعتها بميالة تنميلة وبنتتك على الزناب بتاعها على طول بتطلع كمية البودرة اللي موجودة وفي نفس الوقت لو خلصت أو أن أنا بعملها صيانة أو بيت عبيتها أنا بروح المصدر اللي يجاب منه اللي هو إيه اللي هو المصانع المعتمدة لدى الدولة هم ثلاث مصانع بس لمعتمدة لدى الدولة للطفايات للطفايات ما روحش حد تاني عشان ما يجيب ليش بودرة مضروبة ما يجيب ليش إزبداج بودرة سراميك يعمل الخلطة دي كلها ويادوه جاسب ما بتطلع عليش هاوة هاوة مود أو حتى حطيلي الهوى المخزون الدخلي المخزون الدخلي بتاعها وبالك حطيلي الهوى راطب فيها تمتك الكعل البودرة وأنا طبعا مش هستخدمها كل يوم ما فيش وقته هتزود الكارسة هتزود الكارسة بالظبط هتبقى والناس كلها بتبقى حالة في حالة بانيك وبالك في الدنيا بتبقى عملة هنا بقى السبات المفعالي هم جدا جدا إنها يكون عندنا السبات المفعالي في وقت الأزمة إن أنا كيف أتعامل مع الخطر اللي هو قدامي ومنتهى البساطة يعني دي حاجة الحاجة التانية برضو عايزة برضو والحاجة التانية كل الستات في البيوت بتيجي على المطابق وطروح من فتحة الشفطات ومسيبها طب وديتي جا إيه الشفط بيسخن السلك بتاعب بيسخن والسلك بتاعب والمطور بيتحرق ويطلع نار وحصلت حصلت حكتين يا هم مجدية في الشق ومش مجدية في الشق طب يديتيج طيب أنا بروح أحط الشطرز وعمل الشعب فيه ونازل بس السوبرماكت وطلع على طول ويشغل خمس دقايق ما ينفعش ممنوع ممنوع ما أنا عبدت إنها شغل غسالة وانزل ممنوع أفضل قاعد أو لما رجع أشغال إيه المشكلة عندي ها فيه ما فيش مشكلة عندي إنها شغل تبقى تحت عيدي لأن ممكن جدا إن فيه غسالة كتيرة جدا جدا المطور بتاعها يتحرق مع بداية الحرقة بتاعته بيطلع بيعمل بيبريشن زبزبة غير عادية وبالك أنا هنا بلاحظ بلاحظ بقى من نوع من الزبزبة من الضوضاء اللي بتطلع من الزبزبة أني فيه مشكلة في المطور ببتدي أسحب فيش أقوط فيها طب أنا لو ما كانش موجود ما كنتش موجودة وفي الشغل المتأخذت أربع ساعات إيه اللي توقعه ده ممكن حصلي فعلا تحصلي كرسة في البيت وأنا مش أقوط باني طب يا دكتور أنا دلوقتي مش عندي التفاية مش عندي البطانية الحريق أو مثلا نسمش بإمكانتها أن هي تجيب الحاجات دي هعمل إيه يعني أنا أنا بصراحة يعني مش هدر أقولك ممكن بطانية عادية لا بطانية تبقى تقيلة تبقى 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 صعب لكن أقدر أقول لها حديث في الجزء الخاص بيه الطاصة لما هي بتولع إن أنا بيبغط حلها بسرعة جدا على النار وبروح حطه تطرب عزل الأكسجين الموجودة عليه أو بيفوط عصرها وروح رميها عليها بعزل الأكسجين اللي موجودة عليه فبتطفي أما بقية الحرائي صعبة خلاص دكتور الوقت مع حضرتك مر بسرعة وكنا نتمنى طبعا وقت أكتر ربنا خليل وقبل مختم حلقتي طبعا إهداء مني لأمي وأختي وسندي وحبيبتي اللي دايما يا رب كده ما يحرمني منها اللي قبل كل حلقة بتديني بوست بتنزلي بوست بقويني أختي وحبيبتي سمر كل سنة وانت معايا كل سنة وانت سعيدة كل سنة وانت بسحة دميلا شكرا لكم وحضرتك طيب يا دفع شكرا لكم وانتظيرونا كل لغوما ساربة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم